باترس موسمبي رئيس الاتحاد الأفريقي النهاردة قال إنه القارة كانت مؤمنة بقدرات الكاميرون على تنظيم كأس الأمم الأفريقية وهو ما كانش عنده قلق إن الكاميرون تقدر تنظم كأس الأمم الأفريقية قال إنه كل النهاردة تواجد فيه الملعب الأوليمبي بدولة الكاميرون عشان يعاكي إنه بإمكاننا أن نستضيف بطولة كبيرة زي بطولة كأس الأمم الأفريقية وقال كمان إنه هو عايز يبقى فيه توافق بين الكاف والاتحاد الأوروبي في الفترة اللي جاية طيب ومناسبة كورونا تاني نرجع لكورونا شوفوا الأخبار النهاردة كلها كورونا وخبر عادي كورونا وخبر عادي للأسف يعني تقليل صحفية مغربية تكلمت النهاردة عن وجود 15 حالة كورونا داخل المنتخب المغربي بنتكلم في النسبة دي يعني 15 اللاعب تقليل صحفية مغربية قالت أو عفواً 15 واحد من أفراد المنتخب المغربي قالت إن منهم 30% هيكونوا لعبين لعبين في المنتخب المغربي هيغيبوا عن المباراة اللي جاية بسبب فيروس كورونا معلنوش من اللاعبين اللي جات لهم الإصابات ولكن في كلام كتير عن لعبين مهمين في المنتخب المغربي رب نيش في الجميع التأيين المغربية برضو قالت إن بادر بنون مدافع النادي الأهلي اللي موجود دلوقتي مع المنتخب المغربي في كالسروم الأفرقية أصيب في تدريبات المغرب مش كورونا إصابة إصابة كورة عدية إصابة ملعب إصابة عضلية هتخليه مش موجود في أول مباراة للمنتخب المغربي نهاردة إن شاء الله قدام المنتخب الغاني